ان شاء الله تكون السنة دي هي السنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك يا جماعة عاملين ايه معاكم محمد هشام ودي قناتي قناة امه تشات شايفيني بقى لابس احمر ساعة تلبس يوفنتوس لليوفنتوس الاحمر طبعا للفراري يعني انا عارف في ناس كتير يقولك الاهلي ولا ايه لا انا مش اهلاوي ولكن الاحمر عشان الفراري قمت عملت حلقة قبل كده عن نهاية الموسم اللي فاتكة من موسم خرافي ولكن النهاردة جاي يتكلم على الموسم ده بنقول يا رب يعني كل مشجع الفراري هو طبعا لازم يعني نبقى عارفين برضو خلفية معينة ان الفراري دي يعني فخر ايطاليا يعني زي اليوفنتوس كده يعني اللي بيشجع اليوفنتوس في الغالب لازم بيشجع الفراري في الغالب وعيلة واحدة ومجموعة واحدة يعني قصص يعني هما متربطين الى حد كبير الفراري واليوفنتوس تاني حاجة الفراري يعني اعظم فريق فورميلا وان انا مش باسك جاي باحصائيات بقى مش هعد ارص احصائيات هنا نتكلم من القلب زي ما انتو عارفين فالفراري تقريبا هو الفريق الوحيد اللي شارك في كل موسم الفورميلا وان غادي عن التعريف مش هتكلم عن يعني ايه علامة تجارية اسمها فراري او عربيات الفراري حدس ولا حرج مش محتاج ان انا اقدم يعني دي الفراري مش محتاجة لا دعاية ولا محتاجة تقديم يعني معروفة دايما العربية الحمرة حتى في عربات الطرق اشهر عربية حمرة هي الفراري حتى كفريق الاسكوديريا دي او فريق فراري يلبس برضو احمر فالناس كلها اكيد المتابعين عارفين ظن ان هو اكتر فريق محقق بطولات عالم حدس ولا حرج يعني مش هقعد اعدد المزايا ولكن هو عشق برضو تاني عشق بعد اليوفانتوس للاسف بعد الصوالات وجوالات من مايكل شوماخر يمكن شوماخر مع فراري كان مجد للطرفين يعني شوماخر اخذت اغلب بطولات العالم بتاعته مع فراري والفراري خدت بطولات عديدة مع شوماخر دي كانت الحقبة الزهبية ودي ممكن لانا تبعت فيها ايام بقى ميكا هاكينن ومايكل شوماخر في يعني من منتصف التسعينات كده واخر التسعينات وبداية الالفنات هي دي كانت الحقبة الزهبية الفراري مايكل شوماخر مع ميكا هاكينن كان في الماكلارين ميكا هاكينن ودايفيد كولتور دي المهم بعد هذه الحجبة الزهبية يمكن الفراري يغاب عليها يعني تعاقب من كيمي رايكونن هو يمكن آخر بطل عالم مع الفراري ولكن بعدها يمكن برضو في الحجبة اتقطعت عن متابعة الفورميلا 1 شوية لظروف عديدة يعني ولكن الحمد لله الواحد يعني مؤخرا بقالنا ساعة يمكن فتل ولما راح الفراري والواحد رجع تاني يتبع طبعا وقيد كان سهي لان كانت واحة سرطاة على الفراري لان طبعا البطولة غايبة سواء سائقين او صانعين اللي برضو ما يعرفش ان الفورميلا 1 دي فيه فرق بتتنافس وكل فرق لها اتنين سوائين عشر فرق لكل فرق لها اتنين سوائين فيعني بيبقى عشرين سواء بيتنافسوا مع بعض السوائين بيتنافسوا على بطولة اسمها بطولة السائقين والصانعين بقى كل عشر فرق دول كل فرق بتتسبق مع الفرق الاخرى علشان تاخد بطولة الصانعين طبعا كان فيه احتكار للمرسيدس الـ 8 سنين اللي فاتوا يا عزفورة خلاص يا عزفورة طبعا كان فيه احتكار الثامن سنين اللي فاتوا للمرسيدس احتكار رهيب يعني لبطولة الصناعين وحتى بطولة السائقين يعني كله لويس هاملتن معادة سنة كان روزبرج المهم فالفراري بعد ألونسو وبعد سباستيان فاتل الاثنين دول كانوا أبطال عالم ولساءه للفراري ولكن لم يحليفهم من حظ انهم يرجعوا البطولة دي للفراري ايه كانت العربية يعني العربية كانت قيلة حد متى نفسية ولكن المرسيدس كانت بقشواط معدية كل الفرق جوم السنتين اللي فاتوا يمكن الريد بول عليت شوية والفراري نزلت خلص يعني هي نزلت قوي من سنتين وبعد كده عدلت شوية نفسها السنة اللي فاتت ولكن مش يعني الفراري دايما أول تاني ما نفعش ان يشوف تالت ورابع والكلام ده فيه قوانين جديدة السنة دي يمكن كل المتابعين عارفين ان كان فيه تغييرات جذرية او يعني تغييرات كبيرة في تصميم العربية والبنزين ويعني فيه تفاصيل كتيرة بدون منخطف تفاصيل لان فيه طبعا ناس يعني اقدر مني في الخطف التفاصيل الهندسية دي ولكن فيه قوانين جديدة استحدثت من الاف اي اي او الاتحاد لسيارات المنظم للسباقات الفور ملواني يعني التحديثات دي كانت متبلغ بها الفرق كانت زي ما نقول ايه امل جديد ان زي يعني هيبقى فيه زي زرار ريسات لكل الفرق انها هنبدأ من اول وجديد وده فعلا يمكن اللي حصل فيه ناس كانوا عالين جدا لسه بيوصاروا ان هم يشوفوا فين المشاكل زي المرسيدس يعني مرسيدس بعد السنين اللي فاتت دي كلها كانت فرقة بكتير عن باقية الفرق التصميم العربية الجديدة في عندهم مشاكل بيحاولوا يحلوها بشكل او باخر الريد بول طبعا متفاوقة جدا يعني نكتو نك او يعني هي او الفراري الفراري واضح الحمد لله يعني نحمد ربنا ويا رب بس لان يعني في اول الموسم كانت الفراري قوية جدا قالهم سنتين بيشتغلوا على العربية دي يعني هم خلاص كانوا وقفوا التحديثات على يعني ما كانوش مهتمين بالموسم اللي فات دي قوي قد ما كانوا مهتمين بجمع معلومات وتحديثات وتصميم عربية تكون قدر على المنافسة السنة دي الحقيقة ان هي كانت ظهرت بشكل مرعب فعلا في اول الموسم كل مشجعين الفراري وانا منهم طبعا يعني اتفاقلنا جدا وقلنا ان شاء الله يكون موسم خرافي ولكن طبعا الريد بول برضو يعني ايه ما كانتش بعيدة قوي وفي نفس الوقت عملتش وقت تحديثات في سنة يعني كان لها اليد العليا الى حد ما ولكن الفراري قاعدة مشكلة كبيرة في حاجة اسمها الارتدادات اول العربية على سرعات عالية بيبقى في اهتزازات معينة دي مشكلة بكيد بتأثر على العربية فجاري الحل عليها بس همعين كلام كتير ان في بعض التحديثات اللي ممكن انا يعني قبل اسباق مايامي بصور ففي كلام ان اسباق مايامي هيبقى في بعض التحديثات اللي هتخش بس التحديثات الاكبر في كلام ان هو في اسباق برشولو يأمل طبعا من ربنا ان التحديثات دي يعني ترجع تاني ان الفراري هي اللي تاخد اليد العليا لان طبعا كل عشاق الفراري السنة دي متعشمين ان بطولة السائقين على الاقل مع بطولة السائقين تكون سنة دي يعني للفراري لان فعلا بقلنا كتير كيميراي كون انت تقريبا كان 2007 تقريبا انا ان ما خنتنيش الزاكرة يعني انا مش مراجع يعني ولكن هظن لان انا برضو زي منقطع بس كانت اللي ودي موصوله عارف الاخبار يعني لكن يمكن السباقات ما كنتش معارفة اتبعها بد يعني ايام مش موكلش ماخر كان الواحد متابع بدقة اكبر يعني ورجعنا الحمدلله تاني دلوقتي يعني متابع بنفس الدقة ولكن انا فاكر 2007 تقريبا كان اخر بطولة ميراي كونن مع الفراري البطولة غايبة بقالها يعني سنوات عديدة ده ما ينفعش يعني ندعي ربنا ان السنة دي تكون هي السنة المنشودة واضح ان العربية فيها هامش من التطور يعني يعدعوا الى التفاؤل ويدب الرعب في قلوب المنافسين بطولة عالم كبيرة جدا السنة دي يعني ماكس فيرستابن سواء رائع بكل المقاييس تشارل كلير من يعني انا شايف ان هو يعني سواء من اول ما كان في الالفة رومية ولما راح للفراري انا شايف ان هو عنده بوتانشل رهيب وهو بره ان ده يعني هو سباستين فاتل يعني بطل عالم وفاتل مش سواء ضعيف يعني كان هو المتفوق الى حد ما كارلوس ساينز برضو دلوقتي يعني يصادف وسوء من الحظ الرهيب ولكن سواء كبير جدا ولكن برضو واضح ان تشارل كلير موهوب بالفطرة واضن ان هو يعني عنده البوتانشل او عنده القابلية ان هو يكون بطل عالم ناضج جدا في تصريحاته هادي الى حد ما يعني انا حاسس ان هو very underrated لسه ما طلعش امكانياته كلها لسه بيتطور برضو لسه سواءر في السن لسه بياخد خبرة يعني لسه في اخر سباق يمولا يمكن عمل بوش زياده طمع شوي هو اقل ان هو طمع ان هو يوصل للمركز التاني وحصل ان العربية برضو يعني ان يطلع الكرب وبس ربنا سطر يعني ليه يعني ان هو برضو مخسرش يخلص كل البوينتز ماكسك صغير في السن برضو ولكن خد خبرة تنافسية اكبر بطل عالم سواء عدائي جدا سواء محترم جدا لويس هاملتن طبعا وجورج روسل في المرسيدس بعد دلوقتي شوية على المنافسة عندهم لسه شوية مشاكل في العربية لسه بيحاولوا يعني يحسنوها ويبقى فيه تحديثات ويبقى فيه يشوفوا المشكلة فينه وانا اظن برضو ان ممكن المرسيدس لو حلت المشكلة دي هتخش في المنافسة لان برضو ده يعني لويس هاملتن سواء كبير جدا وحتى جورج روسل انا شايف ان هو عنده بوتانجيل فانا شايف منافسة حلوة حتى المكلارين نوريس يعني البطولة السنة دي هي بصراحة البطولة ابتدت تبقى قلطف الى حد كبير يعني من السنة اللي فاتت ان ابتدى يبقى فيه شوية تنافس بعد كان تسايد تام للمرسيدس كانوا يعني سواءين المرسيدس بنفسه بعض يعني سواء لما كان لويس هاملتن مع بوتس السنين اللي فاتت او نيكو روسبرج قبلي اول سنة نشوف فرقتين وفرق يعني واثنين سواءين مختلفين السنة اللي فاتت في رستابن يعني حقق البطولة الله أعلم لكن هي الغد التي واضح ان لو استمر الموضوع على هذا المنوال هيكون بين شارل لكلار وماكس فرستابن هنشوف السيزن هيبقى عامل ازاي ولكن الموسم واضح ان هو موسم يعني حماسي برضو مكملين من نفس الحماس بتاع الموسم اللي فات طبعا نتمنى يكون في توفيق من ربنا لشارل لكلار والفراري السنة دي ان احنا نطلع بطولة صانعين وسائقين يعني اظن حتى مشجعين كتير من الفرق التانية او المشجعين عمتا نفسهم يشوفوا ان الفراري ترجع للتتويق تاني لان يعني هو ده المكان الطبيعي بين الفرق الكبيرة يعني طول عمر الفراري هي دايما منافسة وتتبدل او تتعاقب الفرق عليها لكن تظل الفراري بتنافس الموضوع ده تغير السنين اللي فاتت وكان محبط جدا ولكن واضح ان السنة دي نأمل ان هي تكون يعني العربية فيها المتنشل وواضح ان هي حتى شكلها رهيب شكلها جميل جدا والفي تناغم بين الشكل والمضمون يعني واضح ان الحمد لله المضمون جميل لغاية دلوقتي الامور تدعو للتفاؤل يعني نأمل بربنا ان هو يكملها على خير ويبقى في تتويج السنة دي للشارلز وللفراري بالبطولة العالم للصانعين وسائقين حلقة خفيفة بعد رمضان كده ويعني برضو موضوع مش شائع اوي بس يعني برضو من الهدف جايز حد يكون مايعرفش الرياضة دي يتعرف عليها لان هي رياضة جميلة جدا الفورميلا وان جايز يكون حد مهتم او ماسمعش عن الرياضة دي قبل كده لو شاف فيديو زي ده يبتدي يهتم خاصة ان كمان سبحان الله ابتدى الموضوع في الوطن العربي يبقى موجود بكسر يعني احنا زمان نفاكر كانت اول حلبة تقريبا البحرين كان دايما السباقات يابان واوروبا واسيا ملناش علاقة في الشرق الاوسط لكن كان دايما الواحد بيقول نفسه يشوف حاجة زي دي فسبحان الله الاول البحرين قعدنا كذا سنة بعدين دخلنا في ابو ظابي وبعدين خلت بقى حلبات تباعا دلوقتي في جدة وفي قطر فيعني الحمد للبقى عندنا سباقات كتير في المنطقة فأظن الموضوع ده هيزيد من شعبية الرياضة دي في المنطقة هي رياضة جميلة جدا يختلف برضو الناس كتير على مين الاعظم شو مخر بالنسبة لي طبعا فيه اللي هيقول لويس هاملتن فيه الناس بتكلم على قائرة سنة وكانت يعني ذكرى وفاته من كام يوم فيعني كلام كتير ولكن هي رياضة جميلة استحق المتابعة وحماسية جدا وخصوصا السنتين اللي فاتوا الحماس زاد بالمنافسة لزيادة اتمنى السنة دي تكمل المنافسة وتبقىها ظل منافسة شريفة يعني لغادي الوقتي لكلارو وفيرستابن الاثنين يعني التصريحات الازيذة ولسه الود موصول نتمنى ان هي تكمل لغاية يعني ايه السنة اللي فاتت كان فيه شوية مشحنات بين لويس وبين ماكس نتمنى لا السنة دي الموضوع يكون ألطف بين لكلارو وبين فيرستابن وانتمنى برضو انا مشجع فراري ان الموضوع يكمل بتاتويج لكلارو وفراري ان شاء الله غلق اتمنى ان هي تكون خفيفة ولزيذة اتمنى ان هي تعجبك وتكون ممتعة بالنسبة لكو وياريت لو ما شفتوش بقيه الفيديوهات فى القناة في نور زي ما قلتلكم اتلالوا حاجات الكورة وهتلاقوه حاجات كلام عام وهتلاقوه طبار الكلام طبي وخاصة طب العيون يعني بنشرح للطب العيون بشكل مبسط فاتمنى يتاخدو فكرة عن بقيه الفيديوهات وهتمنى ان اكتر من ده كله ان هي تكون قناة ممتعة ومفيدة بالنسبة لكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته